بسم الله الرحمن الرحيم متابعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تشكل القاذفات الاستراتيجية النووية الامريكية بي 52 خطر ماحق على منطقة الشرق الاوسط بي 52 بتحلق في سماء الشرق الاوسط ماذا ينتظر ايران ماذا ينتظر المنطقة من هذه الطائرة وحنتعرف مع حضرتكم على بعض القصص المروعة لسقوط بي 52 وهي محملة بالصواريخ النووية او الهيدروجينية وكادت ان تحدث دمار شامل في العالم يبا اذا هذه الطائرات سواء استخدمت في قصف مواقع وضربت مواقع فهي مصيبة او حتى تم اسقطها ايضا فاسقطها ايضا بصواريخها النووية مصيبة اذا نحن نتكلم عن اسلحة نووية تجول في سماء المنطقة يستخدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب سياسة اعتمد على استراتيجية الردع ضد ايران في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في ضوء التلوح الامريكي بامكانية توجيه ضرب عسكرية لطهران في المستقبل القريب الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتهم ايران بانه وراء الهجوم الصاروخة على السفارة الامريكية وذكر ان هناك واحد وعشرين صاروخ ايراني اطلقوا على السفارة ونشر صورة لثلاث صواريخ على حسابه على تويتر بي 52 في سماء الخليج قبل ايام قامت اثنين من القذفات النووية الامريكية بالتحليق في سماء الشرق الاوسط للمرة الثالثة خلال خمسة واربعين يوم واضح ان الموضوع نفسه جد وموضوع خطير جدا وان ترامب يهدد المنطقة ولا نقول يهدد ايران لان هذه القذفات الاستراتيجية تمثل خطر كما ذكرنا لحضراتكم بشكل كبير بي 52 القذفة الاستراتيجية الرئيسية للجيش الامريكي اللي بتمكنه من تنفيذ هجمات تقليدية او نووية متوسطة المدى وبتتميز بقدرات متنوعة تشمل حمولة ضخمة من الاسلحة ومدى طويل وقدرة على ايصال الاسلحة النووية والتقليدية بحسب موقع شركة بيونج الامريكية وتصنف بي 52 ضمن القذفات الاستراتيجية الثقيلة وبتعمل بتمن محركات وبتصل المسافة بين طرفي جناحها 56 متر ونص تقريبا وطولها 48 متر ونص وارتفاعها 12 متر ونص ويتجاوز وزنها 83 طن وحمولتها اكثر من 31 طن من الاسلحة وبتصل سرعتها الى 650 ميل يعني حوالي 1100 كيلو متر في الساعة وبيصل مدى الطائرة الى حوالي 14000 كيلو متر ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15000 متر ويتكون طاقم الطائرة بي 52 النووية من خمسة افراد وبتضم في حمولتها قنابل نووية وتقليدية واسلحة ذكية والغام وقدائف وصواريخ مجنحة تحمل رؤوس نووية ومن المتوقع ان تبقى في الخدمة في الجيش الامريكي لعقود قادمة بدأ انتاج الطائرة في عام 52 علشان كده اسمها بي 52 ودخلت الخدمة مع القوات الجوية الامريكية في عام 54 وكان لها دور محوري في حقبة الحرب الباردة وحرب فيتنام وحرب الخليج الثانية كما شاركت في عمليات مكافحة الارهاب بحسب موقع شركة بوينك المصنعة للطائرة بي 52 تحمل صواريخ مجنحة بدأت عملية اعادة تجهيز قادفات بي 52 بالصواريخ بدلا من القنابل منذ نصف قرن عندما شكك الجيش في قدرة القادفة على التغلب على انظمة الدفاع الجوي المتطورة الذي اوضح انها تحمل صواريخ مجنحة يمكن اطلاقها على مواقع العدو من خارج نطاق دفاعاته الجوية خلينا نحن نشوف مصيبة بي 52 هذه الطائرة المرعبة والتي تمثل مصيبة حيثما حلت هذه الطائرة تحطم احداها في 2016 في جزيرة جوام تحطم قادفة بي 52 امريكية ونجاة افراد الطاقم في جزيرة جوام تحطمت قادفة من طراز بي 52 بعد وقت وجز من اقلاعها في قاعدة امريكية بجزيرة جوام ويقول سلاح الجو الامريكي ان جميع الطاقم السبعة غادروا الطيارة بامان بعد وقوع الحادث وقال سلاح الجو الامريكي البي بي سي انه بيتعامل مع الامر على انه حادث عادي ونقل موقع قوام الاخباري عن حاكم جزيرة جوام نطمئن الجماهير ان الحادث لا يبدو عملا هجوميا خلونا ننتقل مع حضراتكم الى احدى القصص المروعة المتعلقة بطائرة بي 52 سقطت من 50 سنة وكانت بتحمل قنابل نووية هذه القنابل النووية هددت العالم ولا تزال تهدده حتى الان في تقرير لشبكة روسيا اليوم بشأن سقوط قادفة قنابل امريكية من طراز بي 52 كانت بتحمل اربع قنابل هدروجينية اثر حريق بداخل الطائرة وتحطمت على الجليد في خليج نولستار قرب قاعدة ثول الجوية بالدنمارك والتي يستخدمها سلاح الجو الامريكي في عام 1968 اثارت رعبا عالميا واسع النطاق خشة انفجار هذه القنابل التي تقبع منذ عشرات السنين في اعماق المحيطان ومنذ ما يقرب من 47 سنة على هذه الحادثة اعتبرت الاراضي الديناماركية مخبأة لهذه الكارثة التي اصبحت في طي النسيان ايه هي القصة بالضبط حريق حصل في القاذفة يوم 21 يناير في 1968 وتحطمت قاذفة القنابل الاستراتيجية اللي هي بي 52 بالقرب من قاعدة ثول اير الجوية في جرينلاند الدنماركي وكانت القاذفة الثقيلة بتحمل اربع قنابل هيدروجينية في مهمة تدريبية في خليج بافين واندلع حريق كبير في كابينة القيادة وهو ما اجبر الطاقم على مغادرة الطائرة تمكن ستة من القفز بسلام اما السابع فقد لقي مصرعه في تحطم القاذفة النووية ازمة نووية تناثرت محتويات المفجرات المشعة شديدة الخطورة في مساحات كبيرة نسبيا هذه الاشعاعات استمرت تهدد المنطقة في جرينلاند ونجحت القوات الامريكية بعد 8 شهور وبمشاركة 700 عسكري امريكي عملوا على تطهير المنطقة قالوا انهم نقلوا اطمان من الثلوج الملوسة الى امريكا وبحثوا عن القنابل الهدروجينية الضائعة واعلنوا انهم ازالوا اثر القنابل كلها ولكن هناك تقارير سرية بتقول ان الولايات المتحدة الامريكية لم تسترد الا 3 قنابل فقط من القنابل الهدروجينية المحملة عن القاذفة وان الرابعة لا تزال مفقودة ولم يصفر البحث عنها عن اي شيء وفي عام 2008 نشرت هيئة الاذاعة البريطانية تقريرا مطولا بناء على تقارير سرية توصل هذا التقرير الى ان امريكا استردت 3 قنابل حرارية فقط فيما افت تقرير بحصول الولايات المتحدة على 85% من كمية البلوتونيوم بالقنابل الاربعة اما القنبلة المفقودة اللي هي بي 28 الحرارية الهدروجينية فهذه القنبلة لا تزال حتى الان تمثل خطر على المنطقة هذا النوع من القنابل تم تصنيعه بين عامي 1958 و 1966 وبيبلغ طول هذه القنبلة 2 متر ونص تقريبا وقطرها حوالي 1 متر والوزن بيتراوح ما بين 770 الى 1050 كيلو جرام مخاطر تهدد العالم قال علم نووي لصحيف الديليميل البريطانية انهم لا يعرفون ماذا حدث لهذه القنبلة الرابعة مشيرا الى انها لم تنفجر لكن يبقى هناك احتمال ان تؤدي الى تلوث كبير اذا بيت 52 سقطت منذ 50 سنة ولا تزال ادنمرك وجرينلاند تعاني من هذا التلوث الناتج عن هذه القنبلة النووية اذا هذه الطائرات التي تجول وتصول في المنطقة هي لا تهدد ايران فقط بل ان اي طائرة من الطائرات بيت 52 تسقط او يتم اسقطها في المنطقة ستمثل رعبا نوويا هائلا قد يبيد دول او مدن من المنطقة كلها نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يجنب المنطقة العربية والاسلامية شر هذه الاسلحة وشر الغباء الذي يقود من يوجهون هذه الحروب ويدفعون بها الى المنطقة لكي يجعلوا المنطقة على حافة حرب نووية وحرب مدمرة كبرى نسأل الله عز وجل ان يحفظ بلاد المسلمين وان ينجيها من مكر هؤلاء الاعداء الصهينة اذا المنطقة فوق صفيح ساخن ويدفع بها الى اتون حرب نووية لا تبقي ولا تذر بقاء هذه القاذفات في اجواء المنطقة لا يبشر بخير ابدا نسأل الله عز وجل ان يحفظ بلاد المسلمين وان يصرف عنها كيد الاعداء متابعين الاعزاء ان كانت مادة هذا الفيديو قد اعجبتكم لا تنسوا ان تسجلوا اعجابكم وان تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته